التزوير دائما غالبا ما ترفعه المعارضة في وجه اي نتيجة لا ترضيها لا بصي احنا ما كانش عندنا تزوير كان لديك امور قوية تضحط بها هذه النتيجة غير ما سلم لك من قبل اللجنة لا 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 الشهود والوشت يعني عايز اقولك احنا فيه ما كانش عندنا تزوير بمفهوم تزوير فيه حاجة اسم انتخابات مزورة لا ده ما كانش عندنا احنا كان عندنا تزوير منتخب انتخبوا كل وسائل التزوير في الدنيا في العالم ومرسوها علينا في هذه الانتخابات من تزوير اسوات من تزوير اسناء التصويت من منع يعني عايز اقولك منعوا كل الشباب كان ييجي المرشح او الناخب مجرد ما بيشوف ان هو شاب تحت التلاتين سنة لا اسمك فيه نقطة زيادة لا اسمك مش عارف شهادة انك ذكر وروح شهادة ان والدتك خلفتك حاجة كده يعني عشين طفشوه طيب جميل دكتور بعد هذه القصص ربما كما يقال المؤلم يأتي من الطريف او الطريف يأتي من المؤلم هكذا هي قصص من المضحكات المضحكات يعني صحيح صحيح ردود الافعال من الاطراف الليبرالية الاخرى من خارج مصر كيف كانت بعد اعلان النتيجة وبعد ان ابديتم انتم ايضا ردة فعلكم في حزب الغد يعني والحقيقة ردود الافعال توالت ولكن اعتقالي للمرة التانية كان الحقيقة هو يعني الاكثر جذب انتباه واستشعار ضمير المحلي والعالمي الحرج ان رجل كان ينافس رجل وعندما فاز الرجل اعتقل الرجل فانا اعتقلت المرة التانية ده كان يوم 5 ديسمبر اللي هو برضو يوم ميلادي وبدأت مرحلة جديدة من ردود الافعال ليس على الانتخابات وليس على التزوير وليس على ما حدث من العيب وسائل لا على ختلها بديمقراطية نتائج الانتخابات لم ترد ردود فعل حولها؟ طبعا كان فيه ردود فعل ساخرة ومؤسفة مجاملة لك من طرف الاصدقاء؟ لا لا ما كانش فيه مجاملة الحقيقة خلص بالعكس يعني وكان النظام بيقول ان هذه النتيجة الطبعية المتوقعة وكان لازم مبارك يفوز والحقيقة ما كانش لازم مبارك يترشع وربما مبارك كان انقذ مصر مما حدث فيه السنوات الاخيرة لو كان ادرك ان ترشحه كان هو اصل كارثة في انتخابات 2005 لو فهم مبارك الرسالة التي فهمها يوم 11 اتنين 2011 في وقت سابق في 2005 ما كان اقدم على الترشح لهذه الانتخابات لكن حب السلطة وحب البقاء طيب بما ان مشروع التوريث كان قائما حتى قبل هذه المدة لماذا لم يطرح اسم جمال مبارك كمرشح؟ كان مطروح يعني كان مطروح بالألجان الخمسة لم يترشح لا لا هو لم يترشح لكنه كان مطروحا ترشح ولغاية اللقاء الطويل جدا اللي عمله الصديق العزيز عماد الدين اديب مع مبارك لغاية اخر ثانية في اخر حلقة في هذا اللقاء والناس سنتظر ان مبارك سيعلن انه لن يترشح لكنه في الاخر استجاب لضغوط من بعض بيقول ربما كانت ضغوط مؤسسة العسكرية اشتركوا في القناة